مؤسسة جالوب للاستبيانات الرائي واستطلاعات الرائي وإدراسات المعمقة عن الدول مؤسسة من المؤسسة التالية من درسات معمقة في كثير من بلدان العالم مؤسسة جالوب قالت إنه مصر في ما يخص النظام والقانون جابين كل دول العالم بيشوفوا الدول اللي بتاخد نقط أكتر هي الدول اللي عندها التزام واحترام للنظام العام والقانون جابين كل دول العالم وعمل الله لست يعني قدام حضراتكم الحمد لله يعني مصر واغدى رقم ستة على مستوى العالم واغدى الأولى عربيا والسادسة عالميا في تقرير منظمة جالوب للبلدان والمناطق الأعلى في مؤشر القانون والنظام مصر الحمد لله في المركز السادس عالميا عند 92 نقطة والأولى عربيا قدام حضراتكم هو يعني خليني بس يعني دي النقاط من النقاط المهمة اللي في ناس كتير جدا لا تنتبه ولا تريد أن تنتبه لكل حاجة إيجابية بيحاول يتمسها ويمر عليها مرور الكرام والحاجة اللي يكون فيها نوع من الأخذ والرد لو فيه حتى إشاعة تلاقي كله فرض لها أكبر قدر من المساحة في وسائل إعلام في المحطات وفي الجدل وفي الكوميكسات وفي النكات لكن لما يكون في حاجة جيدة ما بلاقيش حد وقف عندها كتير يعني تقرير بلومبرج من شوية أن فين تعاشى مصري من يومين ثلاثة ستاندرد أنتبورز قالوا أن مصر في وضع بي مستقر يعني المستقبل اللي هم شايفينه شايفين المستقبل مستقر مع وضع يعني لم نكن نتوقعه ولم يكن نتوقعه أحد لكن الوكالات الدولية بتقول أن الوضع الاقتصادي أو الملاءة الاقتمانية لدولة زي مصر بمع نظرة مستقبلية إيجابية أو مستقرة والنهاردة وكالة بلومبرج بتؤكد ما جاء على صفحات وتقارير ستاندرد قالوا أنه مصر مقدمة على انتعاشة هذه الانتعاشة تاخد لها 12 شهر أو 18 شهر زي ما قالت وكالة بلومبرج النهاردة برضو منظمة جلوب بتقول أنه مصر يا جماعة عندها دولة قانون ونظام نظام والقانون وعامل الدول قدام حضراتك هو اللي باللون الأخضر دي أكبر دول أو أهم دول واخدين بالترتيب الأول زي سنغافورة وتجاكستان والنرويج وسويسرا وإندونيسيا ومصر ب92 نقطة وأول دولة أغلب 96 نقطة وبعدين فنلندا وبعدين أسلندا وبعدين البرتغال نيجي الأقل الدول مش مشكلة يعني مناش دعو بالدول الأولئلة بس خليني بقول لحضراتكم أنه في هذا التقرير بتاع مؤسسة جلوب أنه مصر رقم 6 عالميا ب92 نقطة وطبعا الأولى عربيا بيتبعها في الترتيب العربي دولة الإمارات العربية المشتركة خلي المتحدة خليني بس أروح تاني للجزء التاني من هذه الدراسة اللي جاءت فيها مصر في المركز الثامن عالميا والثالث عربيا اللي هي الأمن أهو قدام حضراتكم أنه مصر رقم 8 عالميا ورقم 4 رقم 3 عربيا ورقم 8 عالميا الأولى سنغافورة والنرويج وتجاكستان الإمارات والمملكة العربية السعودية وسيلوفينيا سويسرا ومصر 88% ب88 نقطة أهو قدام حضراتكم برضو نفس الكلام مصر عندي رقم 8 ب88% لكن بيزبقنا في هذا المؤشر الإمارات 92 والسعودية 91 واحنا 88 طبعا مع فرق قائد السكان وإلى آخره لكن احنا رقم 8 عالميا و3 عربيا في مؤشر قالوا يعني أنه الشعور بالأمن وانتماشي في الشارع شعور بالأمن وانتماشي لوحدك يعني الشعور ده هما أسوه من خلال دراسة عملينها أن مصر تامن دولة آمنة في العالم من حيث شعور الناس في الشوارع والتقرير السابق قد بتكلم على أن دولة قانون دولة نظام ما حدش يقدر يخرج عن القانون والنظام فيها قانون قوي فيها نظام قوي مصر رقم 6 في العالم 6 على مستوى العالم في هذا المؤشر رجحني ثاني يا براهيم بسرحة من فضلك لأنه تقرير مهم جدا جدا يا جماعة وعايز أقف عنده لأنه لما تيجي تقول لي إيه علاقة الكلام اللي أنت بتقوله بالاستثمار أقول لك علاقة الكلام اللي أنا بقوله بالاستثمار أنه الناس المستثمرين والشركات الكبرى لما تعرف أن هذه البلد بلد قانون ونظام يبقى مش فوضى مش بلد فوضى مش شبه دولة لا دولة قانون ونظام لما يجي يقرأ مؤشر أمن والأمان ده السياحة هتيجي والاستثمار هيجي يبقى هذا المؤشر الطبيعي والمفروض أن احنا في الإعلام نحتفي ونحتفل بيه المفروض على وسائل التواصل الاجتماعي نحتفي ونحتفل بيه المفروض يبرز هذا المؤشر وهذا التقرير وهذه النتيجة وهذه المخرجات في كل ما لدينا من وسائل الإعلام ومنصات للمعلومات والمركز المعلومات في مجل الزراء يتكلم ويشتغل عليه لأنه هذه التقارير مهمة للغاية أنا عندي دلوقتي أنا بتكلم على مدار ساعة عندي ثلاث تقارير ستاندرد أندبورز بتكلم على مصر نظرتهم لنا المستقبلية مستقرة وكويسة وقادي بلومبرجي بتقول فين تعاشى وقادي جالوب بتقول أنه البلد دي بلد آمنة فيها قانون فيها نظام فيها دستور فيها فبالتالي كل دول مع بعض المفروض نقاط مبشرة مؤشرات مبشرات لكن مين فينا بيمسك هذه الأخبار الإيجابية المبهجة ويبدأ يعمل لها عملية تسويق أو عملية عادة توزيع لكن لو فيه خبر سيء وبيستدعوه من سنين فاتت واحد مطلع تقارير يقولك مصر الأسوأ في التعليم مش عارف إيه بص على الخبر هتلاقيه من سبع سنين مثلا وبيعيد بنتاجه هتبص لقى واحد بقولك إلحى ده فيه وقفة احتجاجية فيه شارع مش عارف إيه فيه خان إيه دور عليها هتلاقيها مثلا من سنة 12 2012 هتدور عليها هتلاقيها فيه اليمن هتلاقيها فيه بلد تانية وهكذا فيه خلال هذه الفترة إنتاج وعادة إنتاج كثير من الأمور المفبركة والأمور التي تدعو إلى التشويه لكل ما هو منجز والتشكيك في كل ما هو منجز ده دور الناس حملة الأقلام دور الناس الإعلاميين دور المفكرين والمثقفين مش المنساحبين مش الناس اللي سكنين في منطقة رمضية سكان المنطقة الرمضية أو سكان الحي الرماضي دول لا يقدرون ولا يقون على حمل أقلامهم في مواجهة أحد دول لا دول كائنات رخوة عديمة الهوية وعديمة الهوية دول ما عندهمش الهوى اللي بيحركهم بقولتاني في لحظات فريقة من أعمار الأوطان في لحظات فريقة في تاريخ الأمم الشعوب ترجمة نانسي قنقر